لكن ازاي ده يحصل ازاي ده يحصل في نهاية الطورة عربية ايه ده تكسير ملعب ايه الفوضى دي اهو يعني تحطين منشئة بهذا الشكل والله العزيزي استغلال لسماحة مصر اقصى من يعني الامن ويبصوا لهم المؤكد ممكن اعرف انه الاشقاء في الاردن اكثر خجلا من اي حد انه شبابهم ولعبتهم يكونوا على هذا القدر من السلوك والشجاعة دي جاء له من ايه لانه شايفين انضباط في الامن لو قالي الامن جاري عليهم كان عمل ايه والله كان هروله في الشوارع اه ايه ده هو انا لو جمهوري راح بره في اي بال في الاردن عمل كده كان هحصله ايه طبعا في اي مكان في اي دولة في العالم ما يحصلش كده هزي اللقطات وبعدين انت رفع الجزمان مين انا عايز اعرف انت لعبت ضد الترجي حصل خطأ من حاكم بالضبط مع ايه ان ابراهيم نوردين مليوش دعب القصة دي الله يلمان ومع هذا يا سيدي ما انت خطأ الحاكم اللي ما حسب لكش بنا انت فاجر في مرش الاهلي اعدت العملية دي عموما بعد الاحداث دي ايه اللي حصل الكلام اللي بتقال دلوقتي على انه الاتحاد العربي قرر ايقاف الفيصال خمس سنين من البطولة العربية وتجميد جايزته انا سألت مسؤولين في الاتحاد العربي في اللجنة المنظمة للبطولة اكدوا لي ان لجنة الانضباط ورئيسها شخصية جزائرية وما هوش محمد روراو بالمناسبة اخذت قرارات او توصيات رفعتها للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي المكتب التنفيذي للاتحاد العربي هيعقد اجتماعه برئاسة الامير تركي بن خالد بن فيصل السعود عشان ياخد قرارات يتوقع ان تكون حاسمة واردعة في هذه التجاوزات بس هي ايه لغاية دلوقتي كل اللي بتقال مجرد اجتهادات فيه ناس اتطلعت على اللايحة وحاولت تقول لما بيحصل كذا عقاب خمس سنين وتجميد الجايزة طيب اللي حصل ده فوق المتصور فوق الطبيعي فوق المنطقي فوق الاحتمال لكن ارجوكو ده حدث رياضي من جماهي الرياضية وفرق الرياضية اي جرجرة لها بر حيز الرياضة خطأ وخطر الكلام كله احلب نتكلم لانه شعوب عربية كتير خسرت علاقتها ببعض عشان الجهل الاعلامي في التناول ان احنا شوية ناس في اتحاد الكورة عايزين يداروا خبتهم دخلونا مع الجزائر في مصيبة وقتها وبدأت ازم الدولة واتسحبت علاقات وسافير سافر ومصيبة السودة حصلت بسبب كورة وبسبب ناس بتوع كورة جهلة ومنفلتين فاللي حاصل ده حدث في ملعب كورة نتيجة تجاوزات من جمهور كورة وفريق كورة ولازم يعاقب ويحاسب وفقا لقانون الكورة باشماندس يعني طبعا احنا ما كناش نتمنى ان يكون دان تناولنا بالشكل ده كنا عايزين نبارك للتراجي اولا فوزوا بالبطولة كنا عايزين نتكلم عن مكاسبنا لحد الشوط ما بين الشوط التالت والرابع الإضافي الامور مش هزال فل والبطولة تحقق نجاح مبهر إلا إلا رد فعل بس أنا هنا يستوقفني شيء أستاذ برئب أنا أنا من بالذات بالنسبة الفيسالي منذ أن وطقت أقدام البعثة أرض مصر وتشعر أن هناك شيء جايين محملين بشيء غامض رئيسي البعثة طيب علشان بس ما أقولش عليك لأنه هنا كلام مهم الزميل محمد مصفى في الاعداد بيبلغنا ما صدر الآن عن الاتحاد الأردني لكرة القدم بيان عاجل بيقول فيه الاتحاد الأردني لكرة القدم أن هذه الأحداث المؤسفة التي صحبت مباراة الفيسالي مع التراجي التونسي في نهاي البطولة العربية لا تمت بصلة أولا نصفها بأنها مخجلة ولا تعبر أبدا عن طبيعة الشعب الأردني والكرة الأردنية لا تمت بصلة لا للأخلاق ولا للعادات الأصيلة ولا للأعراف المتابعة بين أسرة كرة القدم العربية وبيشكر الاتحاد الأردني لكرة القدم الجانب المصري على حسن استضافته للبطولة العربية وعلى تنظيمه الجيد لهذه البطولة ده الاتحاد الأردني لكرة القدم الأهم من الكلام ده بقى الأهم من بيانات المساندى والدعم والاعتزار ده اعتزار جيد ومطلوب الاتحاد الأردني لازم أن ياخد قرارات فورية ضد البلطاجية دول لأنه يعني أنت بتمثل بلدك أنت بتمثل بلدك بره وبعدين لو أخذ أنت بتمثل بلدك مع أشقاء مش في دولة تانية فلما يسيقوا إلى صورة الكرة الأردنية وإلى طبيعة وقيمة الشعب الأردني أول حد لازم يعاقبهم المسؤولين في الأردن ما تستنى ليش الاتحاد العربي يقولك الفيصالة هيغيب خمس سنين على البطولات العربية ما ممكن ما يتأهلش أصلا أو حتى لو تأهل بنائس مشاركة لكن البلطاجية اللي عملوا ده في الملعب أخجالوا الكرة الأردنية ومعبروش عن حقيقة وقيمة الشعب الأردني بحضرته وقيمته فالمفروض اللي يكون المعني بإصدار عقوبات فورية توقف كل هؤلاء الأشخاص قبل الاتحاد العربي قبل الاتحاد العربي ووزير الرياضة يعني أنا عايزة أقول إيه البيان ده كويس نجي في التوقيت ده لأن كان مسؤولية كنا شعارين هو إيه الصمت ده هل في موافقة على التصرفات دي مش ممكن هل مسألة النلعب فاينل دي ممكن تجرجرني أو تلهيني أو تغرني أو تخليني أنتاشي لدرجة أن أنا أهدر صورة الشعب الأردني كويس أن أقلني دي لتعبر عن الشعب وهي فعلا تعبر عن الشعب الأردني طبعا أنا رحت الأردن وروحت في بعثات رياضية وشفت الناس يعني كانوا زورات معانا وناس إنما بقول لك أرجع تاني أنت أطعتيني عشان البيان ودي حاجة كلامة تتقالي عم الراجل رئيسي البيعثة من ساعة ما جه الأصل بقى أساء للنادي الأهلي وقال كلام أغضب الكثيرين تسحب فقلنا ده تصرف شخصي اتغير رئيس البيعثة لكن الأتيتود بتاع البيعثة كله إيه يكسب أول ماتش كلام ملوش لازمة ونقابلكو تاني ونغلبكو تاني ياسيلي فيه إيه طب كسبتي تاني ماتش أولا أنت كسبان أول ماتش بغلطة وبتحكين تلقى لنا جون وما فيش ضربتين جزاء ما تحسبوش تقريبا حطينا جون في نفسنا تاني ماتش ايه تكرر حطينا جون في نفسنا وولينا ضربتين جزاء ضربتين تلات بس اتنين منهم اللي تم أنا بقولك أنا بإجماع الفقهاء بإجماع الفقهاء أخذ بالك فأنت كسبت بالتحكيم اللي أنت صرت عليه طب ما نزلتش بما أنا كنت راجل بتاع الحق بقى ضربت الحكم اللي ظلمنا أنا بالروسية لإيه لا ده أنت طلعت تقول إيه والله كسبناهم مرة هو هو نفسه الخروف النطح ده هو اللي قال قالوا والله إحنا كسبناهم مرتين ونلعبهم تالت ونكسبهم ها 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 إيه يا ابني إنت مين وجيت إزاي ومين اللي بعتك ولا 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 مش مصدق نفسك ليه إنت فرقة كويسة والله والله فرقة كويسة ممكن تكسب ترجمة نانسي قنقر